هل المؤسسات الكبيرة المؤسسات الأساسية والرئيسية في أي دولة زي القوات المسلحة زي مؤسسة الشرطة بتسعد إن لها تلاقي public figure شخصية عامة بتخرج من هذه المؤسسة وتمثل قدرة رجال هذه المؤسسة أو تلك على النجاح في مجالات تتخطى العمل نفسه المرتبط بالعمل العسكري أو الشرطة مش عايزة نقاش كلام الحديثة تقوله ده كلام صائب مية في المية قوات المسلحة كان لها نظرة أيام ما كنت موجود ومازالت طبعا لها اسلوبها وطريقتها وتخطيطها وقدراتها الكبيرة جدا جدا مش عشان أنا أحد الناس اللي بتنتمي إليها نعم بقول الحقيقة هي الحقيقة ليها فضل كبير جدا جدا عليها هي الحقيقة اللي ليها فضل عليها أن أنا بقيت برضو بزيع في التلفزيون وأنا ظابط وكانت ظاهرة جديدة الأول مرة بتحصل وحزا حزوي بعد كده تكررت مع بعض الشخصيات الأخر المتحد شلبي على بس كشرطة وطريق علام حبيبي ومجموعة الحقيقة من المرحوم اللي هو فوزي ناصف رحمه الله ومجموعة من الناس العسكريين اللي قالوا أسوة بأحمد ناصر زي ما كان فيه تجربة مع العميد أحمد عاصم وكان إذاعت كل الأمور اللي تتعلق بخطوط السير والمرور واستمرت لسنوات نفس الفكرة وهو ضابط شرطة في عمله ولم يخرج من الخدمة ولكن تمت الاستعانة بيه لأن تجربته كانت مميزة في بمتابعة الناس يوميا وتعرفهم بكل متطلبات تحركتهم في الشارع بالزبط المرحلة التانية اللي عايزة أقول لحزياتك عليها حياتك تفضلت وقلت لي فيه أشخاص في حياتك طبعا فيه أشخاص عايزة أقول من أول ما ابتديت الكارير الإداري الرياضي وتزوجت من هالة أبو عالم الحقيقة كان لها دور كبير جدا جدا في كيفية أن أكون ليا شكل ومضمون إزاي كيف أثرت في مشوار وفيه كارير وفيه حياة اللي هو أحمد ناصر أولا كانت بتدفعني بشكل قوي جدا 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 إلى أن أنا أنجح وما فيش حاجة ذا للنجاح وده من طموحاتي فهي كانت بتدوس على ده قوي وكانت ورايا فيه قوي وكانت بتضحي في حاجات كتير في أوقات كتير أني أنا أبقى في المكانة دي ده جزء جزء التاني أن كانت أنا تعلمت منها الحقيقة في حاجات كتيرة أن هي كموزيعة سياسية بقى ومقدمة برامج وكلام من ده لحضرتك عرفوا يعني ما شاء الله عليها طبعا واستفدنا بخبراتها كتير في بداية عملي مع التلفزيون المصري وفي الفضايا المصرية وفي قطاع الأخبار استفدنا كتير جدا بخبرات الدكتورة هالة أبو علم وكانت يعني زميلة أكثر منا خبرة وصديقة عزيزة وشرفنا بالتعامل معها لأنها كانت بتمنع خبرات لأقل خبرة منها بتساعد وتتبنى الجيال الصعيدة وتديهم بعض الخبرات وكمان ترقد في العمل في قطاع الأخبار بقت من الكوادر القيادية في القطاع مرسي على كلامك الجميل ربنا خليك اللي أحب أقوله أن أنا الحقيقة أقولي تعلمت إيه من هذا أقولك أولا أنا ما كنتش سياسي خالص فهي خلتني أخش في المجال السياسي بمتابعتها وهي ما كانتش هي كانت رياضية كانت بتلعب إنما في أن يكون عندها حاجة رياضية كنا بنستشير بعض فدي أحد الصور اللي أنا بعتزي بها جدا طبعا أنا إيدة تخرج بنتي فرحة من الجامعة الأمريكية والحقيقة كانت من أسعب لحظات حياتنا يعني الحمد لله فعايز أقولي أنها كانت برضو بتشجعني تشجيع قوي جدا جدا اتعلمت منها إزاي لو أنا عندي حوارات سياسية لأن في أحيان كتير كنت بسألها كان بنتبادل ده في رياضة فعايز أقول أني أنا الحقيقة تأثرت جدا جدا بوجودها في حياتي والحمد لله وربنا إيدة بها يعني كانت سبب من أسباب جعل اللواء أحمد ناصر أكثر اطلاعا على المجالات المختلفة أو على العمل العام مش عايز أقول والأخبار بقى كلها سواء كانت محلية أو دولية بالزبط كده الحمد لله رب العالمين متهيئة لده بالتالي كان له تأثيراته فيما بعد مع تولي حضرتك مناصب تتخطع العمل على مستوى التحاد مصري فقط ده حقيقية ده حقيقية يدخل فيها العمل الدبلوماسي والسياسي بشكل أو آخر ده حقيقية والحقيقة أنا يعني باخد برأيها وباستشارها لأن هي ما شاء الله يعني زي ما حياتك عارب بقى ومعشارها كمان لها من القدرة على أن هي تنظر للأشياء بنظرة أخرى يعني هل هي تجربة سهلة أم صعبة أن يكون الزوجين شخصيات عامة عملهم وقتهم مضغوط ومشغول طول الوقت ميزة في إيه وصعبة أو بتسبب مشكلات فيه والله لو هناك في تفاهم الاتنين لازم يعرفوا أن هما لازم يبقوا في ظهر بعض في النجاح الحمد لله رب العالمين ربنا بيديك حاجة من الهداية في التعامل بيخليك تبقى سعيد لسعادة الآخر اللي هو شريكك اللي هو اللي أنت اخترته شريكك في الحياة فلما بتتكلم على هذا الموضوع لما أنا بشوف هل أناك حبابة أسعد واحد في الدين وهي في نفس الحكاية يعني عايزة أقول لك يعني بتشجعني وطقف جنبي وطقف ورايا وتفضل تقولي وتوجه في بعض حاجات كده وتقولي خلي بالك وعمل وشع في إيه وكلام من ده أنا بالفطرة بحاول أعمل ده مع النمل الحقيقة ما بلاقيش إن أنا نصايحي بتفيد قوي لهم يا ما شاء الله علي يجب فيه منافسة ولا لا بين الزوجين سريعا قبل ما نتلقى الاتصال التالي لما يبقوا شخصيتين نجحين ومشغولين وعندهم مهام وعمل عام هل بيبقى فيه أحيانا نوع من المنافسة المحمودة بين الزوجين المحمودة دي صح يعني آه المحمودة دي صح إنما هي ما بسميهاش منافسة بسميها دعم